بعد عجز الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من مناطق الأهوار شرع الأهالي بالتعاون مع منظمات محلية ودولية لتنظيف أهوار تشبايش من النفايات والتكدسات الطينية وغيرها بهدف الحفاظ على ما متوفر من مياه الأهوار بعد الجثاف الذي تعرضت له مؤخرا في قضاء تشبايش حملة التنظيف الكبرى هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في الحماية للتوعية بالحماية الأهوار وأيضا تسليط الضوء على الأهوار الحملة سيشارك بها عدد كبير من المتطوعين من مختلف في عدد المحافظات وأيضا سيشارك بها عدد من شيوخ العشائر مناسبة يوم الأرض العالمي ويوم التربة يعتبر نحن بدورنا نطلعنا كالشباب من كافة نحاء العراق حتى نحاول ننزل النفايات من مياه الأهوار وأيضا من الأرض المجاورة لمياه الأهوار تعرف بعد الجفاف صارت كلها أرض فنحن نحاول ننشيل النفايات البلاستيكية النفايات الضارة بالبيئة اللي ممكن تأذي الثروة الحيوانية والثروة الطبيعية بهذه المنطقة مبادرة منظمة الشبايش للسياحة البيئية لا قات قبولا من أهالي الأهوار لا سيما أنها ركزت في أول انطلاقتها على تنظيف الأهوار التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي صادف هذا اليوم مناسبتين يوم التطوع العالمي ويوم التربة العالمي انطلاقا من هذا المبدأ منظمة الشبايش للسياحة البيئية متعاون مع برنامج تعافي راح تنفذ حملة كبرى لإنقاذ الأهوار أو ما تبقى من الأهوار كون الأهوار الآن تعاني إزمة حقيقية بسبب انخفاض مناسب المياه والجفاف إن شاء الله راح تكون حملتنا هي جزء من عدها مطالبة لسكان الأهوار وكلمات لسكان الأهوار بالإضافة إلى راح تكون حملة لتنظيف ما تبقى من الأهوار هذه الحملة أتت بالتزامن مع يوم التربة العالمي لتبقى مطالب الأهواريون بتوفير المياه التي تعتبر الشريان الرئيسي للتنوع الأحيائي في الأهوار وبمناسبة اليوم العالمي للتربة بادرت منظمة محلية ودولية هنا في أهوار الشبايش بحملة لتنظيف الأهوار من النفايات بعد أن جفت وأصبحت تربتها متفطرة بسبب الجفاف لإيصال رسالة احتجاجين للعالم أجمع وتذكيره بفقدان هذه المحمية الطبيعية من أهوار الشبايش سعد الركابي قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر